السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد على قناة كاميليا شانيل تمنى أنكم تكونوا صحة جيدة ولقاكم فيديو اليوم في أحسن الأحوال فقبل ما نبدأ في الفيديو فاللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين فبالنسبة للفيديو دياليوم فهو عبارة عن حلوة كتجي جد راقية جد اقتصادية وديدة بزف والمهم في الأمر أنه بعجينة واحدة فقط كنحضره ستة أشكال من الحلوة فبالنسبة للوصفة اليوم فهي إن شاء الله غادي تنسي حسن ديالكم لأنها فعلا كتستحق التجاريبة فإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر الزر الاشتراك صابوني أو سابسكرايب وتفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم جديد الوصفات فنخلكم تكتشوها فإذا بالنسبة للمكونات فغادي نقول معكم المكونات مع طريق هذه التحضير في نفس الوقت فأول حاجة كنأخذ واحد الإناء اللي كنوضع فيه أربع ملاعق كبيرة من الزبدة فبالنسبة للزبدة أخذت الزبدة ديال الحك وكنضيف عليه ستة ملاعق كبيرة من السكر الناعم بالنسبة للسكر الناعم فكنغرب له جيدا فمن بعد كنخلط هاد المكونات بجوج حتى كيتمسجوا لي مع بعضياتهم وكنتحصل على شكل بوماد فبالنسبة للزبدة لبنات فضروري أنكم تخرجوها من تلاجة من قبل باش هكا تكون لينة وما تعدبناش فاش نكونوا وكنجمعوا فيها فكنستمر بنفس الكيفية على هاد الشكل هادا حتى كنتحصل على واحد البوماد على هاد الشكل هادا كنضيف لها قبصة ملح وكنضيف لها ساشيا ملفاني من وزن سبعة قرن فكنخلط جيدا هاد المكونات هادو حتى كيدخلوا لي كاملين في بعضياتهم حتى كنتحصل على واحد العجي اللي كيكون على هاد الشكل هادا فبعد ما خلطت المكونات جيدا كنضيف جوج حبات بيض فبالنسبة للبيض هو ايضا خصو يكون خارج من تلاجة من قبل كيكون واخد لنا درجة حرارة لمطبخ فقط كنحركوا هاد المكونات جيدا وبمن بعد كندودو باش نضيفو كأس من الزيت فبالنسبة القياسات ديال الزيت فأنا عبرت بقياس كأس العنبة كنخلط هاد المكونات جيدا فبعد ما كنضيفو الزيت كنتحصلوا على واحد السائل اللي كيكون على هاد الشكل هادا وكندوز باش نضيف جوج معارك كبار من بودرة ديال اللوز فبالنسبة لهاد البودرة ديال اللوز فهي اختيار يا غير كتعطينا واحد الماداق اللي كيكونها رائع جدا الى ما كانتش متوفرة عندكم فمكلكم تعودوها غير بالفاني او لبقشور ديال الليمون قشور ديال الحامض هتحكوهم على هاد الخالط هادا فهنا يا غادي نضيف جوج معارك كبار من بودرة الكريم باتيسير او اللي عوضوها بجوجة معارك كبار من الناشا الى ما كانتش الناشا فيمكن لكم استغنائوا عليها فقط هاد الناشا كتعطينا واحد لها شاشة اللي حلوة فالما كانتش عوضوها بواحد العلبة من الفلون ديال الفاني فكنستمر بنفس الكيفية كنحرك جيدا وكندوز باش كان نضيف الدقيق على شكل دفوعات وكان نضيف صشيان من الخميرة للحلويات فبالنسبة لصشية من الخميرة للحلوويات فاستعملت صشيان من فئة 7 قرام كان خلط جيدا وكان بقا نضيف ب zenش دقيق على شكل دفوعات فبالنسبة لدقيق فأنا استعملت اربعة ديالكقوس ونصف بقياس كأس العنبة من الدقيق اللي هي كفاتني فهد الحلوه هادي فقطر هاد اللا حال الدقيق تبقى الضيف والدقيق على شكل دفعات حتى تحصل على واحد العجينة اللي كتكون نرتبة وكتكون لينة ما كتكون شناش فنهائياً غادي تشوفوا معي الشكل ديها كيفاش غايكون فهدي هي العجينة ديها اللي كنت تحصل عليها فمليك نهزو منها شوية كندورها هكا مليك تجبع نوسة ديالي دينا فدي العجينة اللي بغينا فدبا غادي ندوز باش نشكلها على كويرات ونحطها في طاول اللي فرشت فيها من قبل ورق الزبدة فإذا كنتو ما كتفروش على ورق الطاهي أو ورق الزبدة فقط تخدوا الطاوى ديال الفرن ودهنوها بشوية ديال زيت ما تكتروش لأنه هاد الحلوة هادي مليك تدخل للفرن فهي براسها كتطلق الزيت فكيف مشتوراً يعني كندورها في الديار هي الديار كتطلقها في هاد زيت فكنستمر بهاد طريقة هادي كندير كويرات صغار فبالنسبة لهاد الكويرات هادو فحاولوا أنكم ما تكبروه مش بزاف وما تصغروه مش بزاف باش هكا يجيكم مشكل زبين فحاولوا ديرون بواحد الحجم وديرون بحساب أنها إلا دخلتو هالفرن راكي ضاعف الحجم ديالها لأنها فيها خاميرات الحلويات ففي هاد الأحيان هادي راني أنا درت الفران يسخن باش هكا ندخلها للفرن اللي يكون ساخن فهدي هي الكيمية اللي خرجت لي هاد الحلوة هادي فدبا غادي ندخلها للفرن غادي نطيبها من الفوق تحمر لي غير شوية وغادي ننزلها لتحت باش تكمل ليه التحمار ديالها فغادي تشوفوها كتكون غير مدهبة على هاد الشكل هادا فهي ما كتتاخدش لنا وقت بزاف في الطيب فكيف مشتو فكتجينا على هاد الشكل هادا فغادي نمروا دبا مباشرة للطارقة ديالتزين فبالنسبة للطارقة ديالتزين فراها سهلة ورائعة جدا فبالنسبة لأول طارقة ديالتزين فخديت تقريبا ثلاثة لمعالك كبار من جوز الهند او الكوك وغادي نضيف عليهم هنا هاداك الفيرميسي اللي كتشوفو فهذا الكيمية هادي كنت خدمت بيه وتبقى ليه شوية فغادي نوضعهم بجوج فطحان الكهربائي غادي نطحنهم حيث كي يطحنوا لي مع ذاك الكوك وكي يطلقوا فيه هاداك الالوان ديالهم فكيجي على هاد الشكل هادا كيجي فيه الوان مختلفة فهذه هي الطريقة الاولى ديالتزين فبالنسبة لطرق الاخرى فغادي نحتاج واحد شوية ديالفويتين اللي كتجي رائع في تزين وغادي نحتاج الجوز الهند او الكوك وهنا يا عندنا هاداك الكوك اللي اطحنناه مع الفيرميسيل فكيجي على هاد الشكل هادا فبالنسبة اللي ما كيتوفرش على الفويتين فيمكن لكم تحمروا هاداك جوز الهند فحتى هو كيعطتك اللون الدهابي تحمروا شوية ديال الكوك وغادي تزينوا بحتهوا هنا اخذت شوية ديال الشوكولات فبالنسبة للشوكولات استعملوا غالا فغادي ندوبوا بدون اضافات ما غادي نزيدوا لا زبدة ولا زيت غادي ندوبوا فقط في حمام مريم كيجينا الى هاد الشكل هادا فهنا هي غادي نخدموا اول طريقة لتزين فكان ناخد هاداك الحلوة كان اغتصها في الشوكولات وكان حاول انني نزيل هاداك الفائد ديال الشوكولات وكان ندلع لها هاكذا الكوك فبالنسبة لطريقة فهي جدا سهلة فهد طريقة ديال التزين فهي معروفة عندنا بنسبة لحلوة ديال ريشبوند فبالنسبة لطريقة هاكا نديره فبالنسبة لهاد الشكل هادا فراه هو عادي ومعتماد عند بزاف ديال الناس اللي كيستعملوا ريشبوند فالعيد بزاف فبالنسبة لهاد الحلوة دي فانا متأكدة ان شاء الله الى جربتها فعادي تناس تحسن ديالكم لانها كتجيها شيشة بزاف وكتخرج لنا كيمية اللي كتكون كبيرة وراها كتجي رائعة في المنظر ديالها واناها سهلة جدا فقط بعجينة واحدة كنخرجوه ستة اشكال من الحلوة فغادي نديره للشكل التاني غادي نزينه بالفويتين فغادي ناخد بنفس الطريقة غادي نغطس هاديك الحلوة في الشوكولات غادي نزين الفائد وغادي نوضعها في الفويتين فغادي ندردر عليها هاكا الفويتين من الفوق فبالنسبة للشكل هدا فاتيقون يراه كيجي جد رائع في المنظر دياله كيجي هائل فبالنسبة للفويتين كيف ما يسبق لي وقلت لكم فالما كانتش متوفرة عندكم فقط خودوا الجوزة هند وحمروه في الفران شوية كيحطا ذاك اللون الذهابي وكيجي زوين فتزين كيحطا ذاك اللون الذهاب كيحطا ذاك اللون الذهاب فالشكل هدا فتا هو را كيجي زوين فتزين كناخدو الحلوة كنوضعوها في الشوكولاتِ السوداء وكنزيلو هادك الفائد ومن بعد كنضيفوها في هادك جوزلا هند اللي اتحنا معها الفرمكم سيالفتا هو كيجي جيد رائع وبالنسبة للشكل الاخر اللي غادي يجيكم شوية جديدة عليكم فهنا يخديت شكولاتة البيضاء دوبتها في حمام مريم وغادي نوضعها في كورنفليكس فهو كيجي رائع في الزين ديالو كيجي هائل كيف ما كتشوفو خديت كورنفليكس مطحنتو موالو خليتو هاكدك وزينت بهرا كيجي بحل لزئي فيلي كيجي كيعطي واحد نظرة لي كتكون رائعة فهنا يخديت ايضا الحلوة كان نوضعها في شكولاتة البيضاء وكان نوضعها ايضا الفويتين حتى هي بالنسبة للفويتين فقدرت منها جوج ديالاشكال استعملتها في شكولاتة السوداء واستعملتها ايضا في شكولاتة البيضاء فكتشوفو رائعة في شكلين في جوج فبالنسبة للاخر الشكل فكن ناخد واحد الاناء كان نوضع فيه تقريبا تلاتة المعارض كبار من جوز الهند وكان نوضع فيه ملعقة من الكاكاو الخام كنحرك جيدا كيفما كتشوفو كتعطينا واحد طريقة ديالتزيلي كتكون رائعة كيكون واحد الكوك ما هو بيض ما هو كحل كيجي واكفي واحد نقيضة البيضين فبالنسبة لها الطريقة ديالتزيلي انتهي فراها كتجي زوينا بزاف فكانت هدي هي حلوتنا ديال اليوم فكتجي رائعة او كتجي زوينا بزاف يمكن لكم تحضرها في المناسبات وفي الاعياد ايضا اراها كتجي زوينا بزاف وما كتاخدش معانا وقت كبير في التحضير واهم حاجة البنات فهي جد اقتصادية ما كتاخدش قوام لي هو كتير بزاف وكتجي اعاطية العين كتجي لديدة بزاف كتجي رائعة والمهم في الامر انها كتجي الشيشة بزاف كنأكد لكم انها كتجي الشيشة فكان ارحب بكم من جديد في القناة ديالي وكنقول لكم مرحبا بكم في قناة كامل يا شانيل كنتمنى ان الوصفات اللي قدمت لكم يكونوا في المتناول وكنتمنى ايضا انكم تضغطوا على زر الاشتراك سابوني او سبسكرايب وباش هكذا تنضموا للقناة وتنضموا اللعائلة ديالنا فاذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب تخليوا لي زرق وتخليوا لي تعليق باش هكذا نعرف واش الوصفة ديالي ومعجباتكم ولا لا فبالنسبة للمقادر فغالي نخليهم لكم في صندوق الوصف باش هكذا نسهل عليكم انكم تصوروهم ولا بغيتوا تستعملوها او لا تجربوها وانتلقوا ان شاء الله مع وصفة القادمة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة